اهلا وسهلا بكم قصة الايام الحقيقة اهتمامك بالقصة مش عجبني خالص وعشان كده انا قررت ان انا احكي لك القصة دي بحيث انك تبقى عارف احداثها بالتفصيل وتقدر كمان ان انت تذكرها من الفيديوهات دي وتخليها عندك بحيث ان انت تقدر ترجع لها اي وقت تراجع احداث القصة مهم جدا على فكرة في النظام اللي احنا فيه ده انك تكون عارف الحدوتة بكل تفاصيلها ببدايتها بنهايتها بالاحداث الدقيقة فيها خلي بالك ان السنوع العامة اصلا بتعتمد على التفاصيل احنا ما نضمنش اسئلة القصة ممكن تيجي ازاي ولكن طالما معاك الحكاية نفسها وطالما انت فاهم اسلوب الكاتب وطالما دنيتك كلها موجودة معاك وتقدر ترجع لها في اي وقت هيبقى الموضوع سهل عليك جدا تعمل شو بقى الحوار بتاعنا ده بيحكي عن ايه اولا احنا هندرس كتاب الايام تأليف طبعا الكتب العظيم طبعا حسين طب حلوة اوي هل هو بقى قصة ولا هو رواية ولا هو حكايته ايه الموضوع البساطة ان انا هعلمك مصطلحات تركز عليها كويس اوي احنا عندنا حاجة اسمها قصة بالكسر القف وعندنا آآ قصة بفتح القف وعندنا سيرة ذاتية وعندنا كمان رواية دي تقريبا معظم مصطلحات اللي تكون ممكن اتعرضت عليك قبل كده طيب ايه الفرق ما بينهم بقى القصة اللي بيكسر القف دي عبارة عن حكاية بس حكاية خيالية من وحي وخيال المؤلف علي بابا والارباين حرام علاء الدين والمصباح السحري الحاجات اللي هي اصلا كلها على بعضها حاجات مش موجودة في الواقع فدي بنقول عليها قصة اللي جمعها قصص وفي بقى القصة بفتح القاف زي ما ساعدتك شايف كده ودي اللي جميع احدثها حقيقية حدثت بالفعل وده مثلا اللي موجود في القرآن الكريم في سورة اسمها سورة القصص نحن نقص عليك احسن القصص القصص بفتح القاف معناها انها حكاية حقيقية اما بقى الرواية دي طبعا في منها الرواية وقعية حدثت في الواقع مستندة على احداث حقيقية وفي منها احداث خيالية لكن هي الفكرة بس مبدئيا كده من بعض يعني في الحجم في شوية مقاومات فنية طبعا غير كده دير الحجم يعني لكن الرواية الحجم بتاعها بيبقى ضخمة شوية عن القصة القصيرة العادية اما بقى السيرة الذاتية يا حضرات فهو بقى ده موضعنا لان كتاب الايام عبارة عن قصة ذاتية السيرة الذاتية ايه السيرة الذاتية بقى بتاعت الاستاذ طه حسين هقولك يا سيدي والله اللي هقوله ده حدث بالفعل والله وليس يعني الكلام ده مش ده حدث فعلا اللي حصل ان طبعا طه حسين بقى نجم وقبيب عالمي وجامد ومشهور فكان عامل حديث اسمه حديث الاربعاء ده عبارة عن لقاء بيعمله اسبوعيا عشان يجوا الناس بقى يعودوا معاه ويبدأوا يسألوه عن العظم اللي وصل لها بسيت اقولك ان طه حسين القديم العالمي وعميد كلية الاداب قسم فلسفة ووزير المعارف يعني وزير التربية والتعليم والراجل كان كفيف وتجوز فرنسية يعني المفتاحين ما عرفوش يعملوها لكن هو بسم الله ما شاء الله وخلف بنت جميلة كده اسمها همينة هبقى احكي لكم انا هبقى احكي لكم فطبعا الرجل بالعظمة دي الناس كلها كانت بتجيله علشان تفهم منه وتسأله وتستفسر عن حياته وكده فكل اربع كان بيجيلوا الناس في بيته ويعودوا معاه ويسألوه ويتكلموا عن يعني ايه رغباتهم في ان هما يستزيدوا اكتر من علمه فكان بيحكي قصة حياته او بيحكي سيرته الذاتية فطبعا بدأ الناس تكتب وراه اللي بيقوله فلما انتهى من الكلام ده اصبح في شوية كتار كده ملخصين الحياة الخاصة طعصين وخلي بالك انا قلت سيرة ذاتية ما قلتش ترجمة تفرق الترجمة مش معناها اللي هو translation لأ ترجمة للشخص معناها الديني سمري عنه اسمه سنه مهنته اعماله كتبه تاريخ ميلاده تاريخ وفاته انه توفى لا 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 دي مش ترجمة السيرة الذاتية تختلف السيرة الذاتية من الاخر ان الراجل بيحكي الحاجات اللي هو فاكرها عن حياته او اللي هو عاوز يحكيها عن حياته ومش لازم بالترتيب وهو مش لازم يكون فيه بينها رابط منطقي وساعات كان بيينس حاجات وبيكلم لها من نسج خياله وساعات كمان لو انت ما بتعرفش تكتب كويس تجيب كاتب او صحفي يكتب لك السيرة الذاتية من الاخر لها مقاومات مختلفة جدا عن القصة والرواية وده طبعا اللي حصل ورق كتير قوي كاتبوا الناس وراء طه حسين باسلوبه بطريقته بكلامه وبدأوا يليحوا عليه دور النشر علشان ينشرها قفض في الاول وبعد كده مع الضغط وافئة واصبح بين يدينا كتاب الايام كتاب بيحكي عن ايام طه حسين وإيه اللي وصله من الظلام والعمى والآفة اللي صابته لحد ما وصل لأعلى المناصب والمراتب وحقق حلمه وهزم عاهته يعني نقدر نقبل كل وضوح ان احنا نلقبه بقاهر الظلام حبيبي مش امير الظلام عشان امير الظلام ده عادل ايمان اسمه قاهر الظلام عشان السؤال ده موجود في الكتاب اتفقنا؟ اتفقنا ايه الحكاية بقى؟ تعال ما حكيه لك يا سيدي هو تولد كفيف؟ يا ترى؟ ولا حصلت ظروف اقول لك ان طه حسين كان طفل مبصر يا باش اتولد مبصر وكان بيشوف كويس جدا وما كانش فيه اي مشكلة لكن لأسباب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى اصيب الطفل بتاعنا ده بالرمد اصيب بالرمد الرمد ده يا جماعة يعني جللتها في الملتاح ما لو بايض العين ده يعني حاجة بسيطة خالص برشامة لطيفة ورغم اللطيف يخف ده لو احنا عنده دكتور لكن احنا كنا في فترة صعبة جدا في تاريخ مصر احنا كنا في فترة بنعاني فيها من الجهل والتخلف وطبعا الصبي بتاعنا ده بطل السيرة الزاتية اللي هنتكلم عنها كان عايش في الصعيد في اعلى الاقليم وكان التعليم على قده والثقافة الطبية رايحة فيها خالص فطبعا جابوله اشتر حد يعالج المشاكل دي زي مثلا العينين اللي ملتهبة ولا اي حاجة فجابوا الحلاء ايوا حبيبي حلاء الشعر والدن اهو يحلق للأسرة ويعالج الولد وانت مستني ان انا اقولك ايه اللي حصل حبيبي قلبي خلاص الحلاء علج له عنيه تطفت خالص بدأ يوصف له ادوية تتحط في عنيه معظمها مطهرات او حاجة يعني شبيهة بكده ففقد الصبي بصره رويدا رويدا يعني من الاخر بدأت العين تطفى لحد انا بدأت تفرق بس من النور والضلمة وبعدين راحت خالص وفقد الصبي بصره فتقدر تقول ان الاهمال الطبي والجاهل اللي كان موجود في الفترة دي هو السبب الذي افقد الصبية عينيها تمام كده احنا عرفنا فقد ازاي طه حسين بصره بس اسمح لي احنا مش هنقول بعد كده طه حسين خالص حتى هو نفسه هو بيحكي القصة مش هيقول على نفسه بضمير المتكلم بالعكس دايما بيستعمل ضمير الغائد دايما بيستعمل كلمة الصبي دايما بيستعمل كلمة صاحبنا قلت لك دا هو دا الصبي جراله دا صاحبنا حصله ومايتكلمش يقول انا ابدا طب ليه كده عشان يحقق حاجة واحدة ارجوك ما تنسها عشان تحقق الموضوعية في الاحداث ايه الموضوعية دي الموضوعية من الاخرش ان انا اقدر احكي بصدق وبدون تهويل وبدون تقليل يعني اقول اللي عندي من بالحقيقة بالزبط وطبعا يا جماعة دا القديم العالمي طبعا حسين فاكيد طبعا وهو صغير كان احيانا بيباني ان هو هبل واحيانا بيباني ان هو يعني عنده شوية خيال واسع ما لهمش لأي لازمة واحيانا كان بيتعاقد وكان الهدوم مش احسن حاجة والمنظر مش احسن حاجة وانيميا ومشاكل كتير فيكسف يقول الكلام دا عن نفسه فعشان كده طلع نفسه برا الرواية خالص وبدأ يروي على ان هو بيحكي عن شخص تاني طب حلوة اوي احنا دلوقتي يا جماعة هنروح نعيش معاه يوم كامل في القرية بتاعته نشوف هو بيتعامل ازاي بيعيش ازاي شايف ايه طبعا هو مش شايف اي حالة خادص وعلشان كده كان الطفل كان الطفل يجهل تماما تماما يا جماعة تفاصيل يومه وحياته ازاي لما بدأ الصبي بتاعنا يحكي لنا بيشوف ايه وبيحب ايه قادر سميلك ومنتهى الوضوح ان دا اسمه اليوم المجهول يعني بدايت حكايته للاحداث لنا قادر تسميها اليوم المجهول طب ليه بقى اليوم المجهول دا حضرات لانه لا يعلم لذلك اليوم اسما ولا يستطيع ان يضعه في ايام الشهر والسنة يعني العارف هو يوم سبت ولا حد ولا اتنين ولا عارف هو يوم كام ولا عارف هو شهر كام واحب اقول لك كمان اللي مش عارف هو الصبح ولا بالليل وما اللي اللي يعرفه والله بصراحة انا هقدر كده بشوية النظر اللي باقين لي اني يعني كده اقول لك هو احنا صبح ولا ليل وبصراحة انا شاكك احنا يا اما الفجر يا اما العشاء يا اما الفجر يا اما ايه يا اما العشاء ازاي يعني اقول لك فيه ثلاث أدلة الصبي بيستدلي بيهم بالحواس اللي باقي عنده يقدر يحدد إحنا الفجر ولا العشاء يعني بداية حددته معنا كانت يا إما الفجر والعشاء طيب عارفت إزاي يعني أقول لك أول حاجة لقيت هوا بارد جاي على صفحة وجهي والهوا البارد ده مش موجود في مناطق حرة كده زي المناطق اللي هو عاش فيها يعني الهوا البارد ده بيبقى موجود يا إما الفجر يا إما العشاء والدليل التاني إن حركة الناس كانت قليلة إنت شايف طبعا نزلت لساعة 2-3 بالليل هتلاقي ما فيش حد في الشرع فطبعا هو لقى إن حركة الناس قليلة والناس بتبقى قليلة يا إما بالليل خالص يا إما على الفجر والدليل التالت يا جماعة ابنطال بساطة إن هو كان بيجد الضوء خفيف الضوء اللي هو بيشعر به أو اللي لسه عينه بتشعر به كان ضوء خفيف ولو كان في النهار كان هيبقى الضوء تقيل على عينه وكسيف فبالتالي التلات أدلة دول هما اللي بيقدر يتوقع الوقت بالنسباله كان فجر واللي عشاء دي الحاجة اللي بيقدر نسميها اليوم المجهول كان بيتوقع إن هو فجر أو عشاء زي ما اتفقنا لكن الحاجة اللي كان متأكد منها والذكرى اللي كانت بالنسباله ذكرى لا ينساها هي ذكرى السياج هي ذكرى السياج السياج ده بقى هو يعني خلاص زبا انت عارف فكان يحب ان يخرج من بيته ليلا بعد ان يتعشى الناس وكان السياج ده دايما على شماله خلي بالك من الاتجاهات كان السياج دايما على شماله يطلع ويستمد على السياج ده هو مش شايف اي حاجة فكان بيستمد على السياج اللي كان مصنوع من القصب لان الايرانب هي الوحيدة اللي كان بتقدر تعدي من فتحات السياج الدايقة وترجع له من ورا السياج وهي بتاكل كرمب بس خلي بالك احنا ببنحسدهاش عشان هتاكل كرمب احنا بنحسدها لان هي قدرت تعدي وتشوف العالم اللي ورا السياج لان الادراك الدايق للصبي في الفترة دي وعدم قدرته على الرؤية وكانت سبب في انه يظن ان السياج ده هو اخر العالم وان بعد السياج مكنش في اي حاجة تانية وان الكون بيخلص وبحك كده فعلشان كده كان يظن ان السياج يمتبق الى مالة نهاية وهو كان محاصر في البيت عنده على شماله السياج وعلى يمينه قناة على شماله سياج وعلى يمينه قناة والقناة دي هيبقى لها قصة تانية بعدين المهم انه كان بيحب يخرج ويسند على السياج ده ويفضل يسنى بيسنى بيسنى بالليل بعد ان يتعشى الناس الى ان يغرق في تأملاته ويسرح ويتوه في احلامه وتخيلاته اللي كانت عيشة بها دناغه لكن بيردوا للواقع صوت الشعر ايه موضوع صوت الشعر ده الحقيقة ان فيه قهوة كده قدام على ايدك الشمال وبييجي فيها راجل صعيدي بقى وكده والشنب اللي انت عارفه الكبير ده وبيعزف بالربابة اللي مش عارف الربابة يعني ايه هي كمانجة بس بتتعزف على الواقف وبيقعد هو بقى كده الراجل ده اللي اسمه الشعر وبيبدأ يغني عن ابطال شعبيين مصريين اللي هم ابو زيد الهلالي والزاناتي خليفة ودياد تلات ابطال شعبيين يعني like superman and spiderman كده في امريكا احنا كانوا برضو الناس دي بتعمل حاجات خطيرة وكان يبدأ يغنيلهم كل يوم قصصهم وبطولتهم وحكاياتهم وطبعا انت عارف ان الصابي بتاعنا خياله واسع وخلي بالك اجيب شاطر معناها انه كان هو صغير طفل اهبل فده اللي كان حصل خياله كان واسع جدا وكان الحاجات دي بتخدم خياله الواسع جوه دماغه فيفضل يسمع ويستمتع يسمع صوت الشعر ويستمتع لكن خلي بالك متعة مشوبة بالحصرة متعة مخلوطة بالحصرة ما كانش سعيد سعادة كاملة طب ليه كده ما كانش سعيد سعادة كاملة لانه كان عارف انه مش يقدر يستمع لصوت الشعر وانه مش يقدر يكمل الاغنة الاخرها ذلك لان اخته سوف تأتي معه كي تصحبه الى المنزل طيب مماله لا ما هو مش عارف يكمل الاغنية لانها هتيجي تقوله يلا نرجع فيقبأ فتشده من هدومه فيرفض فتحمله كما الثمامة الثمامة دي لو حد سألك عن الثمامة هي نبات رفيع طوله 150 سنتي رفيع كده شبه هادي الجيرجير بس طويل ورفيع وتافه فهو بيقول انه اخته ما بتشينيش كده بتشينيش كده بتشينيش كده فتحمله اخته كما الثمامة بتعود به الى الدار وهنا يا جماعة هيبدأ الساسبينس لانها اول ما ترجعه الى الدار ستضعه على فخذ امه فتفتح امه عيناه وتضع فيه مسائلا يؤذيه ولا يعود عليه بالنفع اكيد انت عرفت من اللي كتب له السائل ده عملا الحلاء ولا نسيت وبعدين تحمله اخته وهو بيشعر بقلم شديد في عينيه ووجع غير طبيعي ولكن كان لا يشكه ولا يتألم مش معنى بس انا كان عندي اخته صغيرة كده كانت دايما بتشكي وتبكي وانا لو بكيت هبقى زيها انا عزت نفسي اهم حاجة انا تواجع اه لكن اقول ان انا بتواجع لا فتشال ويروح علشان ينام بعد اللي جراله يا حبة عينيه السير بتاعه سهل قوي احنا بنخش الغرفة اللي فيها عدد كتير من الاخوات هنتكلم عنهم بعدين ويبدأ الصبي بتاعنا علشان ينام السير بتاعه عبر عن اللحاف وبعدين فوق اللحاف نحط الصبي وبعدين فوق الصبي نحط الحاف بس كده سندويتش الموضوع انتهى ويفضل ابننا حاطت نفسه في المكان ده ما بيتغيرش يحاول في اول الليل انه يسمع صوت الشاعر هيموت ويسمع اي حاجة من باوء الامنية لكن الاسد بيفشل ويبدأ يطور شوية ويروح في النوم بس ما بيروحش كتير شوية كمان ويبدأ يصحى ويبص حواليه ويقوم بدخل دناه تحت اللحاف ويديه رجليه لانه كان وثق تمام السقة انه لو خرج احد اطرافه او رأسه ستعبثوا به العفاريت وتفضل تضيقه لان العفاريت دي زي ما انت عارف طبعا ان هي بتيجي بالليل وبتروح مع شروق الشمس واضح ان الخيال الواسع يا جماعة ما تنساش الموضوع ده فيفضل مدخل دماغه ويديه ورجليه تحت اللحاف وخايف خوفا شديدا من الاصوات اللي بيسمعها وانا قدر اقولك بقى ان الخيال الواسع خلاه يقسم العفاريت لجزئين جزء برا البيت وجزء جوه البيت الجزء اللي برا البيت ده كان اصوات الديكة احنا يا جماعة في الارياف وفي ديوك بتصيح وكده هو بقى كان مقتنع تمام الاقتناع ان فيه اصوات لديكة حقيقية واصوات عفاريت بتقلت صوت الديكة وده طبعا معناه ان العفاريت ثابت كل افلام الرعب وثابت الاطفال اللي بتخوفهم وقعدت مع الديوك تقلت صوتها بس ما علين هنعديها هو ما كانش بيخاف من الموضوع ده يعني لان العفاريت دي برا البيت لكن الخوف الحقيقي كان من العفاريت اللي بيحس بيها جوه البيت ازاي بقى جماعة هو كان اي حاجة بيسمعها بيترجمها العفاريت صوت متاع يتحرك متاع كرسي اي حاجة بتتحرك او حطب يتحطم ما كانش عندنا متجازات كنا بيجيب حطب انكسروا مولى عشان نعمل شهرش هاي او حتى ازيز مرجل او مية بتغلي اي صوت مهنة كان كان بيترجمه العفاريت ومن كتر الخوف اللي مسيطر عليه بدأ يتخيل اصلا عفاريت وقفله على باب القوضة بتاعته طويل وعريض ويقلت حركات الصوفية في حلقات الذكر اللي هو الله حاين متخيل ان في عفاريت قاعد يعمل له كده طبعا حاجة مرعبة وبيفضل قاعد في خوفه اللي هو صنعه جوه دماغه ده طول الليل لحد ما الفجر يطلع هتقول لي يعرف منين الفجر بيطلع هقولك هو خياله ومفاهمة او هو اقنع نفسه ان العفاريت بيتيجي بالليل واول لما ضوء النهار او الفجر بيطلع العفاريت بتروع لكن يا حضرات هو يعرف منين الفجر طلع اقول لك نساء القرية بتلم نفسها روط الفجر الاولى وفتجمع وتروح تملأ جرار الماء وطبعا جرار الماء اللي هو يعني يقولها بس يجبيرها شوية كده شبه الزيب ويروحوا يملوها مية علشان يعني يستخدموها في اغراضهم المختلفة من طبيق بقى ونضافة وكده وبيجمعوا نفسهم الفجر اوي اوي اول ما الفجر يعني يدوبك فيش عشان فعشان كده كان الصبي بيعرف لما يسمع الستات هم بجمعين مع بعض وعشان يسلوا نفسهم بيغنوا بتفتكرش يعني ان القرية مهمة اوي هم كل بيقولوا الله يا ليلى الله الله يعين الله مش مكتوب اكتر من كده يفضلوا بقى هم يغنوا القرية دي فيعرف الصبي من هنا ان الفجر طلع ومعنى كده ان العفاريت روحت فيتحول هو بنفسه الى عفاريت يؤمن انهم بقى واخواته كتير مرميين بالهبل وهنا يبدأ فقف في الاستعباط يبدأ يدوس عليهم هو ماشي يقول لهم عليش يا جماعة يعني اعمى والجريب اعمى لو كان بصير ويفضل يخبط فيهم ويستزرف ويستخف دمه كل اخواته يصحوا ويبدأوا بقى جماعة يلقوا بعض بالمخدات هم كانوا اسرة صغيرة يعني يا دوبك 13 واحد فبالتالي الدنيا تتقلب ويصحوا بقى كتير ويبدأ النهار واثناء بقى الهرج والمرج اللي انت شايفه ده فجأة كل واحد يسكت وكل واحد يرجع مكانه لان الحج صحي وعلى فكرة احنا مش هنسميه الحج ولا هنسميه بابا ولا هنسميه حسين هنسميه الشيخ الشيخ والد الصق والد الصق اسمه الشيخ يصحى الشيخ كله يسكت وده بيدل على مكانة القبى في الريف المصري خلي بالك عشان تسؤال مهنم ويقعد الشيخ وتيجيله الزوجة بالمياه عشان نتوضى عشان يصلي الفجر هو الماء اللي بتجيله هو بروحش الماء مش نافيات وبعد ما بتوضى بيصلي الفجر يشرب قهوته ويقرأ ورده والورد ده اي حالة سابتة انت بتقراها بشكل يومي كران اضيره على فكرة وبعدين يتوجه لباب البيت يفتحه ويمشي واول لما يمشي من هنا يبدأ الهرج والمرج مرة تانية وتعود الاسوات والهزر والضحك والفرحة والسعادة على فكرة يا جماعة ده كان الفصل الاول ومش الفصل الاول بس ده كان الفصل الاول وفكرة عن السيرة الزاتية وطبيعة القصة واتنشرة ازاي ووضعها ازاي وبإذن الله في المرة اللي جاية هناخد اكتر مفصل مع بعض كونوا معنا اشتركوا في القناة